ما جرى من تأخير لعشرة أشهر وأكثر من عدم اختيار رئيس مجلس نواع جديد متعمد أنا اعتبره متعمد الإطار بمزاجه لو بمزاج آخرين الإطار مختلف الإطار يعتقد السوداني بأن هناك اتفاق ما بين الحلبوس والمالكي لأجل تسقيط مرشح منه مرشح الحكومة اللي هو سيد سالم العيسان سالم سالم مو مرشح وتقدم التهمة سالم مو مرشح تقدم التهمة سالم لا لا أنا جاي لا لا أنا أقول لك يوم أمس يوم أمس سيدة لقاء وردي جارس هنا وتحدثت إنه اتصالات حكومية وكان هناك دعم حكومي لغرض إنجاح جولة اختيار رئيس خب هاي ما تدفع الأموال لا 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 هسه مني شوف من تربط الكلام ما الحلبوس اليوم مني يقول أكو دفع أموال مرشح الحكومة دفع أموال يعني من الحكومة؟ لا السوجاء يتهم لعد من من كان الدفع منتهنا المشكلة أنت أنت شتقول لا 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 أنا ما أقول أنا أحلل أنا أحلل أنا لما يجي هو نفس الشخص يتكلم في نفس الجلسة في نفس المكان في نفس اللقاء يقول مرشح الحكومة وكذا وكذا ويقول دفع أموال لمرشح سالم مرشح كذا مرشح خبايا أنا أقول كتالي أقول أنتم كتالي جماعة جاي شمرونها على الإطار بس سيدة رفضة كتالك منه بس بعي أنت جاي تجمعها على الإطار زينتا ليش ما اجتمعت بيناتكم وصوتوا وجبت لكم واحد وجيتوا من يخشى من ترجمة نانسي قنقر